استذكر رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني هذه الفاجعة واصفا أحداثها آنذاك بالملتبسة فيما أكد أن فلول الإرهاب لم تعد تشكل خطرا على وجود الدولة العراقية السوداني وفي بيان له أكد أن النصر على داعش كان وما زال منجزا ثمينا يؤكد ترابط الشعب ويرسخ قدر العراق التاريخي في العيش المشترك المتآخي كما أعرب عن فخره بالوقفة التلاحمية للشعب ومساندة قواته المسلحة لأجل أن يعود العراق بكل شبر منهم واحدا عزيزا ومكتمل السيادة والقرار لافتا إلى أن العراق اليوم أقوى وأشد إصرارا على المضي بالإعمار والتطوير والتنمية حسب ما قال